بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. والصلاة والسلام على الرسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة اه بنبتدي في موضوع جديد في الجي اي تي. وبنتكلم على موضوع الاستومك. دي الاستومك هي موجود في تلت مناطق في الابدومن. زي ما انتم عارفين ان الابدومن عبارة تسعة مناطق ياولاد. فهي موجودة في الابيجاستريك ريجون. وفي اللفتة والامباليكا ريجون. يبقى الصحيب بتاعها ابيجاستريك واللفتة والامباليكا ريجون. الشي بتاع السمك اه ممكن نلاقي الشي بتاع السمك عاملة زي ما يكون جي شيب لايك. يبقى ممكن اللي هي عاملة زي جي شيب لايك. بسموها وممكن نلاقيها ستير هورن. ستير هورن يعني بين اه ارنين تور. بتوين تو هورن اوف اوكس. هورزنتا البوزيشن. يمكن ممكن لها هورزنتا. ممكن لها هورزنتا. ممكن لها هورزنتا. يبقى ستير هورن طيب او جي شيب طيب. انت بنستبعن هي مليانا والله البوزيشن بتاع الواحد عند الصعور. الاكسترن الفيشر فيتشار عندنا ثري توز. عندنا تو ارفيسز كارديك و بايلوري كارديك لانها قريبة قدا من الهارت. يسي برتد بعيدة عن الهارت بس بدي افرين. كلمة بايلورس يعني بيب. لان دخل لازفانك بترحيي إذا ما نlarب بعد كلمة عندنا تو كرفيتشار. للاسار كرفيتشار كرفة صغير. غريتة الأر كرفيتشار كرفة كبية. عندنا تو سيرفصيز. أنتيري سيرفيس و بستير appelle سيرفصيز. тобا عندنا ثري توز. يبقى قارديك و بايلوريك تو كرفيتشار. لسارين استو أهم السيرفيس الانتيري و بستيرير سيرفيس بتاعها ممكن ارقيها 200-300 مليليتر وممكن توصل up to 1500 مليليتر يعني قد لتر ونص بيبسي على حسب الواحد واكل ولا لا? لو انا كنت قيب ببص على الصمك عندي ويوجي موجودة في لفت سيفنز كوستال كارتليج عند الرقم تيحدوشة. شفاء يا ولاد ادي الميدلاين احو. بصوا ادي الاستمك اهي. لو انتوا ركزتوا في اللقطة دي ادي الكاردياك ارفيس. يبقى موجودة فين? موجودة عند بتاع لفت السيفنز كوستال كارتليج. زي ما انتم عارفين اخر كوستال كارتليج رقم سبعة اللي مسك يعني في الاسترنام يعني. ده الليفت السيفنز كوستال كارتليج اباوت وان انش تو زي لافت او زي ميدلاين. البايلوريك ارفيس اهو موجودة يا ولاد. موجودة ايه في الترانس بايلوريك بلين. بلين بيمشي بيطاحها. هافوي بتوين الزيفويد والامبلكاس في بلين اسمه ترانس بايلوريك بلين. سميته باسمها. بتبقى موجودة ترانس بايلوريك بلين عند الليفل بتاع اللي واحد. يبقى دي موجودة وان انش تو زي لافت او زي لاين عند الليفل سيفنز انتركوستال سبيس. تقابل تي احداشر. ودي موجودة هاف انش تو زي لافت او زي لاين عند الليفل بتاع اللي واحد. يبقى احداشر واحد. وان انش تو زي لافت او زي لاين. حاف انش تو زي لايت او زي مد لاين. اجي الكاردية او رفس. واجي البايلوريك او رفس. بالحقيقة ان الكاردية او رفس ملحاش اناتوميكال سفنكتر. بس هي في السيرولوشكال سفنكتر. البايلوريك بلاقي اللي سيركلار مسل بتبقى آ والدفيلوşكال سفنكتر. ولو السيركلار بداعت دي كانت يبقى هي اناتوميكال وبالتالي هي في سيرولوشكال. هي اللي عايز تتفسل Корوهي الاوزوفيجيل نوت اناطوميكال بس فسيرولوشكال نوت اناتوميكال懼 لانا الموسل مش ه superintendent فايد ولا حاجة ولا عادية. لكن ليه في السيرولوشكال? والله عليها كلام كتير قوي. الناس يقولوا لأن الأصافيغاس في الحقيقة يدخل الستومك من أكوت أنجل مبيتخلش من الطب يا أولاد يدخل من الجنب الشمال اثنين الرزيتي 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 بيتامل بالشي في الأصافيغاس زي ما تشوفين فيه رجازاتيز موجودة هنا فالرزيتي بتبتقي تعمل بالشي في الأصافيغاس تلاتة رغم من الأصافيغاس والكارديوك أورفيس في نهايتها النهاية الأصافيغاس والكارديوك أورفيس موجودة بس قيلها فايبر من الرايد كراس دايما تانية آخر حاجة أنه فيه فرق بين الأبدومنال بريشار والثوراسي بريشار زي ما كلكم عارفين أنه نغير والأبدومنال بريشار بيبقى بوستيف فبيقولوا أن الأبدومنال بارت بتاع الأصافيغاس بيبقى وده بيخليه معفوض أي إن كان يا ولاد إنما اللي إحنا هنقدر نؤكد عليه إن إحنا عندنا إن الكارديوك أورفيس دي وإن كارديوك أورفيس إن شخصوه فسيولوجيك but not anatomical ما تكرر لصمك ببقالية 2 kirvature kirvature صغير اسمه لسر kirvature بيبقى فيها notch اسمه angular notch او incisora angularis incisora angularis او angular notch الكارديوكورفس ببقى فيه notch بيسمه incisora cardia او cardiac notch بقى فينا cardiac notch وهنا فيه angular notch. incisora يبقى عندي يبقى ده موجود وعندي يمكن أربع أضعاف الليسر كرفيتشر يسميه باسمه الليسر اومنتم الليسر كرفيتشر يسميه جاسترو فرينيك لجاميند فرينيك يعني ده جاسترو سبلينيك لجاميند يعني الليسفلين يبقى اليسر كرفيتشر لليه اليسر اومنتم اليسر كرفيتشر لليه 3 فالس يسميه جاسترو فرينيك جاسترو سبلينيك و جاسترو اومنتم اليسر كرفيتشر الليسر كرفيتشر ألونج اتو ار atau pieسل رأيت ولفت اليسر لكن كلمة كلمة يعني 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 أجزاء الاستومك والأومنتم يبقى ايه أجزاء الاستومك كنقسمها باخد خط من الكاردياكieltroكставля باخد خط من الكاردياك لغاية ما بيقبل الكاريتار واخد خط من الانجلار جلاه等一下 اللغاية ما قيبلlli جري تركريتشار يبقى خط خط من الكاردياك نوتش وخط من اللي هو الانجلور نوتش وقسمت الاستمك لثلاث تجزاء اللي فوق الخط الاولاني اسمها فاندس بين الخطين اسمها بادي اللي موجود على to the right side of this line اسمها بايلوريك بارت يبقى الاستمك متقسمها لثلاث تجزاء فاندس وبادي وبايلوريك بارت والبايلوريك بارت وبرجع قسمه بارتك لثلاث تجزاء انترام يعني la chamber حجرة كنيل يعني بايت حتى ديئة سفينكتر او بايلوريس بايت صمام موجود عندي يبقى البيلوريك بارت بنسمها عولاد لثلاث تجزاء انترام وكنيل وسفينكتر يبقى السمك فاندس وبادي وبايلوريك بارت والبيلوريك بارت بنسمها الانترام يعني la chamber كانال يعني قناة وسفينكتر ليه البايلوريس البريتونية والبريتونية زي ما قلت قبل كده الاستومك وعندي واستومك يعني من الاستومك والاستومك من الاستومك الاسطومك بيبقى موجودين ساك موجود قدامها اسمه وساك موجود وراه اسمها لساك. ادي للسومك اهو. ده يا ولاد ده بيبقى بيبقى ساجتال ساكشن ده بيوريني ان فوقيها لساك تحت قدامها لساك وراها لساك. ايه لساك موجود قدامها شايفين يا ولاد اتنين اهي الديافرام اهو الديافرام والحتة دي بتبقى لابدومنا الوول المعصر يعني لابدومنا اسمع صحيح. يبقى قدام للسومك تلات حاجات الليفر والديافرام والانتير ابدومنا الوول. البوستير ليش بتعتر السومك اهيه? طبعا هي اسمها اسمك بيت. حاول اشرح لكم بسرعة واحدة واحدة كده عادشان تفهموها. دي لقطة للبوستير الابدومنا الوول. واول حاجة بيبقى الراتل للسومك ده اسمه وليفت كراس افزا دافرام. كده شوية معاه في الصورة. ابتدت حط حاجات اكتر. ادي الليفت كراس افزا دافرام وهو يا ولاد. بقى عندي الليفت كدني وليفت سوبرارينال جلان دي. بقى الاستمك وراها تلات حاجات. وليفت كراس افزا دافرام وليفت كدني وليفت سوبرارينال جلان. كده هيبقى سبع حاجات. ادي السوبرارينال ودي الكراس ودي الكدني. بقى عندي البادي بتاع البانكرياس وارتري اسم سبلينك ارتري. ده اسم البادي بطالب من كرياس وده اسم سبلينك ارتري. الحتة دي فيها السبلين والليفت كوليك فلكشور. يبقى عندي هنا بقى سبع حاجات دلوقتي. يبقى دي كل الحاجات اللي موجودة بيهايند الستومك. شايفين كده نحاول ان احنا نجيبها. يبقى عندي الليفت كراسفز الديافرام. اللي هو الديافرام اللي هو ده. وعندنا الليفت كدني والليفت السوبرارينال جلاند. وليفت كوليك فلكشور. عندنا البادي بتاعت البنكرياس. عندنا اسبلينيك ارتري وودي الاسبلين. يبقى بقى تدي الحاجات اللي موجودة بيهايند الستومك اسمها او الستومك بالي. لاحظوا ان الحاجات دي كلها سبريتت عن الستومك بي ليزر سيك. يبقى عندنا هنا يا شباب. كل الحاجات دي مفصولة عن الستومك باللسر سيك. علشانك كده الستومك تتحرك بسهولة. الا اه اجي الاستمك اهو واجي الاسبلين. الاسبلين بس هو الوحيد. اجي الاستمك وراها حاجات كتير قوي. هي سبريتت عن الاسبلين بريساس اف جريتر ساك. وده سؤال طبعا من اسالة الامسكور مشهولة. كل الاستمك بد مفصولة عن الاستمك بالاسبلين. هو سبريتب بريساس اف جريتر ساك. البلات سا بلاي بتاع السمك يا ولاد عايزين نفهم الموضوع ده. فيه اسمه سيليك ترانك. السيليك ترانك باختصار بيطلع منه تلاتة برانشيز. اسمهم ليفت جاستريك. يبقى اول ارتري رايح للسطمك. اسمه ليفت جاستريك. تاني ارتري طالع من السيليك ترانك اسمه سبيلينك. شي بان السبيلينك ده اهو. اهو. السبيلينك ده بيطلع منه برانشين. شورت جاستريك. وليفت جاستريك. في خمسين في المية من الناس بيطلع ارتري اسمه بصير جاستريك. بالاسمك وسلها ثلاثة ارتريز. واحد من السيليك اسمه ليفت جاستريك. واحد من الاسبلينك. الاسبلينك ده جاي من السيليك. بيدي الشورت جاستريك وليفت جاستريك. تالت ارتري والاخير اسمه هيباتيك. طالع من السيليك ترانك. الهيباتيك ده بيطلع منه right gastric artery يبقى right gastric artery طالع منين طالع من الهيباتك. الهيباتك ده طالع منه artery اسمه gastro-diginal والجسترو-diginal ده طالع منه right gastric واحد يقوله انا اتلغبطي دكتور along the lesser curvature right to left gastric along the greater curvature right to left gastric اللي حتة بتاعت الفندس short gastric بقى وخمسة arteries يا ولد اللي السمك دايما بتتميز برخم خمسة عموما. يبقى خمسة arteries right and left gastric left gastric ده جاي من السيليك لكن right gastric جاي من الهيباتك ادي واحد اتنين عندي هنا اللي سبيلينك بيدي برانشين بيدي short gastric وال left gastric epipli ثلاثة واخر حاجة right gastric right gastric ده جاي من gastro-diginal artery وال gastro-diginal artery ده برانش من الهيباتك artery. يبقى باختصار يا ولد اها ملخصة left gastric طالع من السيليك trunk right gastric طالع من الهيباتك والاتنين دول along the lesser curvature بتاع السيليك right gastric epipli طالع من الجستر ودي جي دي نال ده left gastric left gastric epipli short gastric طالعين من left gastric لو احنا مشيناها صح مش هننسيها ان شاء الله السيليك عموما هنكرر الموضوع ده بات كرة السيليك بيدي left gastric اللي طالع منه بيدي short gastric left gastric epipli الهيباتك الهيباتك بيدي right gastric sorry right gastric اما الهيباتك بيدي gastro original اللي بيدي right gastro epipli يبقى right gastro epipli طالع من gastro epipli right gastric كان يطالع من الهيباتك left gastric يا ولاد missiliac اللي بيدي حاكتين short gastric left gastric epipli elvenus drenage بتاع السمك عشان نحفظه باختصار ده اسمه portal vein portal vein ده معمول بالتحاد حاكتين اللي splenic والsuper mesentric vein اللي splenic والsuper mesentric عملوا مع بعضهم البortal vein ال vein بتاع السمك خمسة نفس اسامي بتاع الارتريز بيصبوا في الثلاث حاجات دول left gastric و right gastric هم الاثنين بيصبوا في portal vein يبقى دي اول حاجة right و left gastric vein اللي هو along the lister curvature بيصبوا في portal vein short gastric و left gastric epipli زي الارتري بيصبوا في splenic vein يبقى short gastric و left gastric epipli بيصبوا في splenic vein بقى اخر حاجة right gastric epipli بيصب في superior mesenteric vein يبقى احنا نحفظها ان superior mesenteric وال splenic عملوا portal vein الفينز بتاع السمك صبوا في الثلاثة دول lesplenic استقبل للاتنين زي الارتريز بزاق left gastric و right gastric صبوا في portal vein يبقى بقى اخر حاجة right gastric epipli sub superior mesenteric vein اللي فالك درانج بتاع السمك in short gastric lymph nodes along greater gravitation right to left gastric lymph nodes عند orifices يبقى paracardiic و pyloric lymph nodes paracardiic و pyloric lymph nodes وفي lymph nodes اسمها pancarii kusplenic lymph nodes يبقى جي lymph nodes اللي رات للصم كلهم يولاد في النهاية بيصبوا في السلية lymph nodes حوالي السلية trunk يبقى ايا كانوا paracardiic و pyloric يبقى paracardiic gastric along greater gravitation رات و pyloric و spyloric along spleen كلهم بيصبوا في السلية للنود موجودة حوالي السلية trunk السلية 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 طالع من G6 up to T10 يعني من السوركس كان اسمه greater splain وده بيوصل لغاية بلاكسس حوالي السلية trunk اسمها سلية بلاكسس السلية 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 الparacardiic يا أولاد two vagal nerve anterior vagal trunk كان أصطهم left to right vagas nerve بس لما نزلوا اسمهم anterior vagal trunk باختصار بيدوا branchات لل stomach gastric branches بعدين بيبقى النерв ماشي along l-sacr-victure اسمه nerve of lethargic النерв ده بيبقى مسؤول انه هو motor لل pyloric antrum و relaxation لل sphincter يبقى لما يعمل relaxation لل sphincter و motor pyloric antrum يعني بيعمل evacuation ده المفهوم انه موضوع digestion عموما ده موضوع parasympathetic عايزة اعمل relaxation لل sphincter و عايزة اعمل contraction لل muscles تاعد pyloric antrum النерв اللي بيعملها اسمه nerve of lethargic وده جايب من الفيغال trunk الفيغال الفيغال دي كان عملية بيستخدموها في treatment opeptic ulcer كان ثلاث انواع trunk الفيغال نادرا لما حد يشيل الترانك بتاع الفيغال نفسه فيغال كل سيلكت الفيغال اللي هو بيعملو للبرانشز بتاعة الاستومك يبقى trunk الفيغال اللي هي دي سيلكت الفيغال على البرانشز للاستومك وكل الكلام ده أولاد عاف عليه الزمان لغاية دلوقتي بقى فكرة دي بطلت قوي من زمان فموضوع الفيغال ده موضوع قديم قوي قوي عشان كده انا متوسعتش في كلام فيه ايهب ان احنا نكون فهمنا والى اللقاء فيه لقاء اخر والسلام عليكم ورحمة